وليد يحب بيته الجديد لأن غرفته جميلة وكبيرة وهو دوما يرتب غرفته ولعبه وأدواته المدرسية وكتبه كل شيء يعيده إلى مكانه لكنه لا يحب أن يرتب أي غرفة أخرى في البيت في صباح أول يوم في المدرسة دخل وليد مع أمه فصله الجديد ولاحظ أشياء أعجبته في كل ركن بالفصل لعب جديدة وأدوات مختلفة فقد كان الفصل منظما ومرتبا ابتسم وليد لأمه وقال أنا أحب هذا الفصل إنه جميل جدا فابتسمت الأم ثم ذهبت وتركت وليدا يبدأ يومه الدراسي استمتع وليد بوقته فقد كان يتعلم بطريقة شائقة وممتعة وعندما حان وقت انتهاء الحصة غنت المعلمة للأطفال بدأ وليد في ترتيب الأقلام التي استخدمها فقط فنظرت إليه المعلمة وقالت سيف رطب طاولة التلوين وأنت يا سليم أعد الكراسي لأماكنها وأنت يا ليلة ضع اللعب في الصندوق وأنت يا يحيى أعد الأوراق إلى الرف نظر إليها وليد متعجبا وقال لكنها ليست أقلامي ولم أستخدم سوى قلمين فلماذا أنظم كل الأقلام؟ وليد نحن هنا نرتب معا فصلنا كل منا مسؤول عن تنظيم شيء في الفصل لم يقتنع وليد وغضب من هذا الكلام وقرر ألا يشارك في تنظيم الفصل جلس جانبا ينظر إلى أصدقائه بتعجب فالكل يشارك بحب ويؤدي دوره في الترتيب وهو مبتسم سأل وليد أصدقائه في تعجب لماذا تبتسمون؟ وأنتم ترتبون أشياء لم تستخدموها رد سليم هذا فصلنا ونحن نحب أن نراه نظيفا ومرتبا لذا نشارك كلنا في تحقيق ذلك وقالت ليلى تخيل يا وليد إذا كل واحد مننا قرر أن لا يشارك في الترتيب فكيف سيكون شكل فصلنا؟ في آخر اليوم التالي عندما قالت المعلمة هيا نرتب الفصل بادر وليد وسأل المعلمة بماذا أشارك في ترتيب فصلنا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر